موسيقى مساء الخير مشاهدينا أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة العاشرة كالعادة دائما نبدأ بالعناوين الرئيس السياسة فوقي يشارك في اليوم الوطني للقوات البحرية الروسية تقييم انشطة التنمية في أفعبد عقد سمينارين للشرطة في الأقليم الأوسط قتلى في هجوم تركيب طائرات مسيرة شمال شرق سوريا كوريا الجنوبية وأمريكا تضلقان تدريبات مضادة للقواسات حالة تأهب قصوى في عدد من مناطق السين بسبب العصار الدكسوري شارك الرئيس السياسة فوقي في اليوم الوطني للقوات البحرية الروسية بدعوة من الرئيس فيلادمير بوتين شارك في اليوم الوطني للقوات البحرية الروسية الذي نظم في سان بونترسبرغ خمسة واربعين سفينة وقواسة وأكثر من ثلاثة آلاف جندي يذكر أن الرئيس السياسة فوقي شارك في القمة الأفريقية الروسية التي عقدت يومي السابع العشرين والثامن والعشرين من يوليو بدعوة من الرئيس بلاد مير بوتين والتقى كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية كما زار الرئيس السياسة فورقي مختلف المؤسسات قيمت إدارة مديرية أفعبة تنفيذ برامج التنمية للنصف الأول من هذه السنة وأوضح مدير المدرية السيد أحمد محمد نور رجب إن أعمال حفر الأبار ومدأ نبيب المياه وبناء خزانات المياه وغيرها من الأعمال لحل مشكلة المياه يقوم بها مشروع الدهالو بمشاركة عالية من الأهالي والجيش ويجري حاليا شق طريق إلى أفعبات من مصوّع عبر قلبوب ومعتر وأشار إلى تحديط المناطق قير المخططة في مدينة أفعبات وتنفيذ أعمال إضافية لتحسين خدمات الحفير المشيدة سابقا في قبقب ومهداف وتطور عملية إصحاح البيئة وذكر أن تجمع القرى في قلبوب وإنشاء محطة توزيع المياه في مدينة أفعبات ومدأ نبيب من سد الشابايت وحملات الحفاظ على المياه والتربة من بين المشاريع المزمعة تنفيذها في النصف الثاني وبعد مناقشة التقرير حث المشاركون الحكومة على الإسراع في عملية تخصيص الأراضي للأقراض السكنية في أفعبات وإيجاد حلول لمشاكل مياه كوبكوب وقلامة ونار تبعات والاهتمام بإصلاح خطوط الكهرباء في مدينة أفعبات نمى التسعون في المئة من بين ألفين شجرة مزرعة في الفترة من ألفين وتسعة عشر إلى ألفين وأحدا وعشرين في ضحية لعي تنواهية في حالة جيدة وذكر السكان أن الأشجار تشمل مختلف الأنواع ويعملون بالتعاون مع الخبراء الزراعيين للتخفيف من المشاكل والتحديات التي تواجه هذه العملية وشكروا قوات الدفاع وإدارة المدرية على دعمهم الوثيقة عقدت شرطة الأقليم لوص سمينارا يوم التاسع والعشرين من يوليو لسكان ثلاث ضواحي في مدرية عداء حاموس حول مكافحة الجريمة ودعت قائد شرطة المركز الرابع النقيب سنبلاويت رداء المجتمع لرفع الوعي بالقانون والمساهمة القوية لمكافحة الجريمة وكشف الجنات مناشدة أولياء الأمور لتوجيه ومتابعة أبنائهم وأضافت النقيب سنبلاويت أنه تم تسجيل 105 جرائم و106 مخالفات في النصف الأول من العام وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 458 مركبة و793 دراجة و6 دراجات كهربائية وعربتين تجرها الخيول بتهمة مخالفات مرورية وحثت مدير مدرية عداء حاموس السيدة صليحة محمود الأباء على تكثيف جهودهم لضمان نشأة أبنائهم بعيدا عن الأفكار قير الوطنية وتأثيرات قير الضرورية وأفاد المشاركون إنهم سيفعلون كل ما هو مطلوب منهم لضمان السلام والأمن في منطقتهم نظمت إدارة مدرية فورو تدريبا على الإدارة المالية وإدارة الممتلكات وسجلات لثلاثين من مدراء الضواحي ولجان القرى ولجان المياه من 15 إدارة ضاحية وقال مسؤول الإدارة والمالية سيد سعيد علي إن الهدف من التدريب هو ضمان خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال إزالة المشاكل في إدارات الضواحي من جانبه أوضح مدير مدرية فورو السيد عثمان عرفة أهمية الإدارة السليمة للأموال والممتلكات وحث جميع إدارات الضواحي على إدخال إدارة فعالة من خلال زيادة القدرات وأوصل مشاركون لتنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات على مستويات مختلفة والعمل بالفواتير القانونية في إدارات الضواحي في قد ذلك تم إلقاء محاضرة حول الوقاية من الأمراض المعدية للعاملين الشباب بالتعاون مع هاماماته مكاتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة والصحة يعد التثقيف الصحي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع أقليم شمال البحر الأحمر جزءا من الجهود المفذولة لتوعية الشباب وزيادة تأثيرهم في المجتمع تلقت أسر الشهداء والمحتاجين في مدرية الدخالة مساعدات في الزراعة والنقد المالي وأوضحت السكرتير الجبهة الشعبية للدموراطية والعدالة في المديرية السيدة نبيات بهلبي حراثة مزارع الثمانمائة أربعة وخمسين أسرة الشهيد ومحتاج بالنفير الشعبي ودعم مئة سبعة واربعين أسرة الشهيد بمبلغ اثنان وخمسين ألف وخمسمائة ثمانية وعشرين نقفة وذكرت المضمون الكبير للدعم الشعبي المستمير لأسر الشهداء وأوضح المشاركون في النفير أن دعمهم لأسر الشهداء ينطلق من الاعتزاز بالشهداء وسويا سيواصلون الدعم حتى الحصاد والجمع المحصول فاصل من ثم نعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي ابقوا معنا لقي أربعة عناصر من قوات سوريا الديمغراطية مصرعهم في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا وفق بيان صادر عن الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرق سوريا وتستهدف القوات التركية بالمسيرات والسلاح المدفعي بين حين وآخر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمغراطية القوى العسكرية التابعة للإدارة الزاتية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها وتجدر الإشارة إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية شكلت العمود الفغري لقوات سوريا الديمغراطية رأس حربة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلى أن أنقارة التي شنت ثلاث هجمات سابقا في سوريا تصنفها إرهابية وحثا اعتبرت أنقارة وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قوات سوريا الديمغراطية فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يأخذ تمرضا ضد والذي تصنفه تركيا وحلفائها القربيون جماعة إرهابية بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة مضادة للقواصات بمشاركة قواسة أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه الواقعة جنوب شبه الجزيرة الكورية وسط جهود مشتركة لتعزيز الاستعداد ضد تهديدات العسكرية من كوريا الشمالية وقالت البحرية الكورية الجنوبية أن التدريبات العسكرية المشتركة التي جرت قبالة جنوب جزيرة جيجو ركزت على إجراءات التصدي من خلال محاكاة قواسة كورية شمالية مثل البحث عن الهدف وتعقبه وتحديده وأشارت البحرية إلا أن التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات قوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية على المواجهة وزيادة التوافقية استعدادا لتسلسل القواصات الكورية الشمالية وسط تنامية تهديدات من عمليات كوريا الشمالية الصاروخية وضعت الصين جزءا من البلاد في حالة تأهبين قصوى بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها مع توقع حطول أمطار قديرة في أعقاب مرور العصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد ويشتح دوكسوري جنوب شرق الصين ويتحرك شمالا حيث بات تأثيرهم ملموسا وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية ويشمل الإنزار الأحمر منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تناج المجاورة ومقاطعة تيخابي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزءا من خنان في الوسط وشانسي في الشمال وأكدت وسائل إعلام محلية أنها المرة الأولى منذ العام 2011 التي يتم فيها إطلاق مثل هذا التحزير من الأمطار القزيرة وقال علماء أن الصين تتعرض منذ أشهر لظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة في بعض المناطق تفاقمت بسبب تقهير المناخ بعد ستة واربعين ألف عام من السبات تحت التربة المتجمدة في سربيا نجح علماء في استكشاف أنسى دودة أسطونية وعدوها إلى نشاطها الطبيعي بل تمكنوا من تحفيزها على التكاثر وبحسب جامعة هوايا الأمريكية أمضت الدودة عشرة آلاف من السنين في حالة تعرف علميا باسم السبات وتمكن العلماء من إعادة الدودة إلى نشاطها وقدرتها على الإنجاب من خلال عملية تسمى التوليد العزري وهو مصطلح يشير إلى التكاثر من دون إخصاب وفي دراسة نشرت بمجلة بلوس جينيتيك العلمية قال الباحثون بعد تحديد تسلسل جينوم الدودة أي التسلسل الكامل لحمضها النووي إنها تنتمي إلى نوع خير موصوف يشار إلى أن حقيقة الدودة بقيت على قيد الحياة طوال هذه الفترة التطويلة لا تشكل صدمة للعلماء لأنهم توصلوا إلى استكشافات سابقة مفادها أن الكائنات المحجرية مثل الدودة التي تم دراستها يمكن أن توقف وظائفها الحيوية للبقاء حتى في أقصى الزروف في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرح الرئيس السياس أفورقي يشارك في اليوم الوطني لقوات البحرية الروسية تغييم انشطة التنمية في أفعبت عقد سمينار للشرطة في الأقليم الأوسط قتلى في هجوم تركيب طائرات مسيرة شمال شرق سوريا كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان تدريبات مضادة للقواصات حالة تأهبين قصوى بعدد من مناطق الصين بسبب الإعصار الدكسوري انتهت النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر